لا تخير استشراف سريع لما يجري في الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتحديداً تسليق الضوء على الحرب الضروس التي تدور راحاها هناك يجد المتابع وبما لا يقبل الشك أن النتائج التي تسجل على أرض الواقع هي الأسوأ خلال أكثر من سبعة عقود الضحايا والمصابون في صفوف الفلسطينيين تجاوز العشرين ألفاً نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء وفي الجانب الإسرائيلي سقط أكثر من ألف وأربعمائة قتيل ونحو ستة آلاف جريح فضلاً عن المحتجزين لدى حماس والذين تتضارب أعدادهم بحسب الإحصاءات التي يقدمها الطرفان لكنهم لا يقلون عن مئتي محتجز ليس هذا كل شيء عما يدور هناك فبوادر اتصاع دائرة الحرب وفتح جبهات جديدة تؤزم الأوضاع وتؤرق المجتمع الدولي خاصة مع النتائج المتوقعة التي ستفرضها طبيعة المعركة إن اتساعد موقف حزب الله اللبناني بدوره لا يزال عند مستوى المناوشات حتى بعد خسارته العشرات من عناصره جماعة الحوثي في اليمن بدأت بجس النبض بمسيارتين أسقطهم الأسطول الأمريكي الرابض في البحر الأحمر وعلى نفس المستوى فالجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا تلجأ بين الفينة والأخرى إلى استهداف قوات التحالف الدولي وتقابل أيضا في كل مرة برد حاسم من قبل واشنطن بإسقاطها المسيرات والتلويح برد قاس على أي استهداف يطول قواتها أو قوات التحالف الدولي في القواعد العراقية في المقابل كان الرد العربي إجمالا يتمحور حول الرفض لسياسة التهجير القصري للفلسطينيين وضرورة إيقاف الحرب فورا وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة الموقف الإيراني خرج من عبارات التهديد والوعيد ودخل تحت عباءة العبارات الفضفاضة البعيدة عن المصطلحات العسكرية التي كانت دائما عنوانا لطهران الموقف الذي يؤزم الوضع أكثر هو تعنت تل أبيب والتي لا تزال تكرر أن حربها ستستمر على حماس حتى مسحها من الوجود وتستمر الحرب وتستمر المآسي وتظل الحلول غائبة حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر